رحبت الخارجية السعودية في بيان من رأي الاستشاري لمحكمة العدد الدولية بشأن سياسات إسرائيل في أراضي فلسطين المحتلة وكدت الخارجية السعودية على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مع تأكيد البيان على موقف السعودية من عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عام